السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كوروشي جانا النهر دا هنعمل مع بعض بطنية بي بي بالكوروشي البطنية دي بغرزة حلوة قوي وجميلة جدا في الشكل هنمشي خطرة بخطرة وان شاء الله تعجبك الخيوط المستخدمة انا هستخدم خيوط صوف متوسطة الصمك انت كمان فيك تستخدمي اي خيوط انت حبه وحستخدم معه ابراكم اربعة يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يريد تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بالشكلة بعد كده البطنية بتاعتنا النهار دا من تكرار العدد 3 هاشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة وابدأ اقارتين واحد اتنين تلاتة سلسلة وابدأ اقارتين لكن انت عايزة العدد جاهز فانا هقولك اشتغلي 141 سلسلة وده تكرار العدد 3 وكمان 141 سلسلة هتديكي طول تقريبا البطنية البطنية في الاخر متر انت هتشتغلي 141 سلسلة وانا هاشتغل النموذك بتاعي ونفجع تاني انا كده اشتغلت النموذك بتاع البطنية بتاعي تلاتين سلسلة وده من تكرار العدد 3 لكن انت هتشتغلي البطنية بتاعتك 141 سلسلة لو عايزها اكبر من كده ممكن تكراري 3 في 3 كمان تزودي 3 في 3 بعد ما بتخلص التكرار بتاعك او المية واحد واربعين سلسلة زي ما قلتلك بعد كده بتزودي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة سلاسل اضافية بعد كده تاني سلسلة على طول بتدخلي بتعملي حشو السلسلة اللي بعدها بتعملي حشو السلسلة اللي بعدها بتعملي حشو يبقى تدور الاول كله عبارة عن كل سلسلة هنشتغل فيها جبزة حشو هيجي في نهاية السلسلة هلاقي السلسلة بتاعتي تلاتة وتلاتين واربزة حشو اما بالنسبة لك انت هتيجي في نهاية الدور ده هتلاقي عندك مية اربعة واربعين واربزة حشو هنشتغل الدور الاول ونرجع تاني انا كده وصلت لنهاية الدور اصبح عندي تلاتة وتلاتين واربزة حشو اما انتي هيزبح عندي مية اربعة واربعين جبزة حشو بعد كده الدورتين هنبدأ بواحد اتنين تلاتة سلسلة وهالف الشو وده اول عمود معي في الدور التاني لفع الابعة بفوت واحد اتنين وفي تالت غرزة بادخل وبعد سحب الخيط وباخد عمود بالشكل ده سلسلة لفع الابعة انا مفوتها واحد اتنين هسيب الاولى دي ابوح للتانية اللي انا فوتها باسحب الخيط واخد عمود بالشكل ده لفع الابعة تاني بفوت واحد اتنين وفي التالتة باخد عمود سلسلة كفرار لفع الابعة باسيب واحد ديد ما برجيش ناحيتها بروح لاتنين باسحب الخيط وباخد عمود لفع الابعة بفوت واحد اتنين وفي التالتة باخد عمود سلسلة كفرار لفع الابعة انا مفوتها واحد اتنين لا هبروح لاتنين مش هشتغل في واحد خالص واسحب الخيط واخد عمود هتبقى شكل الجبزة عندي بالشكل ده بعد كده لفع الابعة بفوت واحد اتنين وفي التالتة عمود سلسلة كفرار لفع الابعة عندي واحد اتنين جبزة مفوتهم هسيب واحد وابروح لاتنين وباسحب الخيط وباخد عمود يعني الجبزة الاولى اللي بنفوتها ما بنشتغلش فيها خالص هشتغل بنفس النمط ده لقرب نهاية الدور ونرجع تاني انا كده قربت اقفل الدور التاني عملت اخر بجبزة بعد كده لفع الابعة هيتبقى عندي جبزتين هفوت الاولى واروح للتانية واخد عمود وكده قفلنا الدور زي ما بدأناها بالزبط عمود جبزة واحدة فوتناها الجبزة هنا عمود جبزة واحدة بس فوتناها الجبزة كده نهاية الدور التاني بعد كده سلسلة بلف الشكل وفي اول عمود على طول باخد حشو ودي اول ورزة حشو في الدور التالت بعد كده العمود باخد فوقي حشو الفرار بتاع الواحد سلسلة باخد فيه حشو يبقى كده تلاتة اربعة فوق العمود عمود يبقى خمسة يبقى انا فوق العمود باخد عمود ومن الفرار بتاع الواحد سلسلة باخد حشو فوق العمود باخد حشو ومن الفرار بتاع الواحد سلسلة باخد حشو لاني لازم ارجع العدد بتاع الغبز تاني انا عندي تلاتة وتلاتين غبزة حشو في الدور الاول لازم يبقى في الدور التالت تلاتة وتلاتين غبزة حشو انت بالنسبة لك هيبقى لازم يبقى مية اربعة وربعين غبزة حشو هخلص الدور التالت ونرجع في بداية الدور اربعة انا كده وصلت لنهاية الدور التالت بعد كده برتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبقى اول عمود معي في الدور اربعة لفع الابعة بفرط واحد اتنين بروح التالت باشتغل عمود سلسلة كفرار لفع الابعة شايف هنا مش هشتغل بقى في الحشو لا هنزل هنا العمود والفرار اللي جنبه بنزل الفرار ده بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد عمود بالشكل ده لفع الابعة بفرط واحد اتنين وباشتغل في الثالتة عمود سلسلة كفرار لفع الابعة الجبزة اللي تحت ما بينها وبين الجبزة الجديدة اللي عاملة زي التمانية دي بادخل الفرار ده وباسحب الخيط وبوسعه بالشكل ده وباخد عمود لفع الابعة بفرط واحد اتنين وفي الثالت عمود سلسلة كفرار لفع الابعة بنزل تحت ما بين الجبزة والجبزة باخد عمود لفع الابعة بفوت واحد اتنين وفي الثالتة باخد عمود سلسلة كفرار لفع الابعة بنزل هنا ما بين الجبزة والجبزة وباخد عمود بالشكل ده هخلص لنهاية الدور الرابعة ونرجع تاني انا كده خلصت الدور الرابعة بعد كده بابتفع سلسلة وهلف الشول وهبتدي الدور الخامس اللي هو تكرار الدور التالت يبقى احنا هنكرر دورين التالت والربعة فوق العمود باخد عمود فوق العمود اللي بعده باخد حشو ما بين العمود والعمود فيه فرار بواحد سلسلة باخد حشو وعد هنا شجالة جرز الحشو في نهاية الدور لازم يبقى العدد اللي انا بدأت به اول دور بالشكل ده من الفرار باخد حشو ومن فوق كل عمود باخد حشو بوصل لنهاية الدور بلقي نفس العدد بتاعي اللي انا بدأت به اول دور بعد كده بارتفع ثلاث سلاسل وابدأ الدور السادس اللي هو تكرار الدور الرابعة يبقى احنا بنكرار الدور الثالث والربعة ولم احنا شغلين الاول والتاني لا هنرتفع عدد من الادوار ونرجع تاني انا كده اشتغلت النموذج بتاع البطانية بقى بالشكل ده انت بالنسبالك هتوصلي للدور ال95 يبقى انت هتشتغلي 95 دور بعد كده بعد ما هتشتغلي 95 دور هترضي سلسلة هيبقى اخب دوب عندك اللي هو الحشو بعد كده هترضي سلسلة واحدة وهتلف الشر وهترضي اول جبزة حشو والتانية حشو والتالتة حشو يبقى الدور اللي احنا بنعمله ده في تقفيل البطانية كله حشو لحد ما اوصل للجبز اللي انت بدأ بيها المية او ضع وربعين جبزة حشو هتشتغلين مية وربع وربعين جبزة حشو بالنسبالك ونبجع تاني انا كده وصلت الاخر جبزة في الدور هاخد فيها حشو بعد كده سلسلة في نفس المكان تاني هاخد حشو والسلسلة ديت هحط فيها علامة عشان دي هتبقى الزوية بعد كده هلف الشغلة بالشكل ده عندي هنا ارتفاع عمود هاخد من داخل ارتفاع العمود واحد اتنين ربزة حشو هتبيني هنا ربزة الحشو باخد ربزة حشو من داخل العمود هاخد واحد اتنين من ربزة الحشو باخد ربزة حشو وهمشي بالنمط ده لحد ماوصل للزاوية اللي تحت الزاوية اللي تحت ونبجع تاني وصلت كده عند اخر جبزة بالجنب اللي هي الزاوية هاخد فيها حشو سلسلة في نفس المكان هاخد حشو وهحط في سلسلة العلامة التانية الفراج بتاع السلسلة باخد فيه بحط فيه العلامة بعد كده بلف الشور عندي هنا ربز الحشو اللي بدأت بها هاخد في كل جبزة جبزة حشو هاجي في الزاوية الثالثة هشتجعل جبزة حشو سلسلة جبزة حشو وحط في السلسلة العلامة بعد كده هلف الشور هيبقى عندي هنا ارتفاع العمود وكمان جبزة الحشو في جبزة الحشو بشتجل جبزة حشو في ارتفاع العمود بشتجل اتنين جبزة حشو زي ما عملنا في الجانب التاني هوصل لنهاية الدور وهنا مكان ما بدأنا ونرجع تاني أنا كده وصلت لآخر جبزة وهنا الجبزة اللي بدأنا بيها الدور كله بتاع الإطار بتاع البطانية بدخل أنا كنت اشتجلت جبزة واحدة في بداية الشور بدخل وباخد جبزة وسلسلة والمفروض أروحها لأول جبزة أاخد منظرك عشان يقفل الدور والسلسلة دي تتبقى فيها العلامة رقم أربعة بروح هنا بدخل بالأبرة بالشكل ده بس ما بسحبش اللون اللابية التاني لأ بسيب اللابية كده وبسحب اللون الجديد بالشكل ده وباخد بمنظرك بعد كده سلسلة وفي نفس المكان باخد أول جبزة حشو والتانية جبزة حشو والتالتة جبزة حشو يبقى هدخل اللون الجديد ده طبعا اللون ده لو ولد هتعمليه أزرق أو لبني ولو بنت هتعمليه بينك بالشكل ده فكل جبزة بقى أخد جبزة حشو حمشي بالنمط ده تحت كل جبزة جبزة حشو لحد ما وصل للعلامة اللي هتقابلني على طبع أنا كده وصلت لنهاية الدور كل جبزة بأخد فيها جبزة حشو ووصلت للعلامة العلامة ديت كانت في الفرق بتاع الواحد سلسلة بشيلها بالشكل ده ومن داخل الفرق بتاع الواحد سلسلة بدخل وباسحب الخيط وباخد جبزة حشو واحد اتنين سلسلة من نفس المكان باخد جبزة حشو يبقى كل اللي زودناه سلسلة زيادة بدل ما كانت سلسلة واحدة بقت سلسلتين وبحط اللي علامة تاني بعد كده بألف الشغل بالشكل ده وباشتغل في كل جبزة من الجانب ربزة حشو بالشكل ده يبقى في الزاوية بس اللي بدخل في الفرق بتاع السلسلة وباسحب الخيط وباخد ربزة حشو اتنين سلسلة وربزة حشو همشي بالنمط ده لحد ما اوصل للزاوية التانية اللي هي عندي العلامة هشيل العلامة واشتغل مكان العلامة ربزة حشو اتنين سلسلة وربزة حشو يبقى كل ما هنوصل للعلامة هنشيلها ونشتغل ربزة حشو اتنين سلسلة وربزة حشو هخلص الدور ونرجع تاني أنا كده أباب تقفل الدور ووصلت للعلامة الاخيرة المكانها في واحد سلسلة هشيل العلامة بالشكل ده وادخل بالقابة واسحب الخيط واخد وبزة حشو اتنين سلسلة في نفس المكان وبزة حشو بالشكل ده بعد كده بروح اول بابزة باخد منزلق باسيب الخيط الازرع بمسك الخيط الفاتح تاني بدخل شايفة هدخل بالقابة من خلف الشغلة بالشكل ده ما بين وبزة الحشو وباخد بكتاني من ناحية دي يعني باخد وبزة خلفي وباسحب الخيط بعد كده باخد سلسلة واحد اتنين تلاتة وبشد الخيط اللي ازعق كده خلاص اشتجلت به وده كأنه اول عمود خلف بفعل الجبزة اللي بعد كده بدخل بالشكل ده وباخد من ناحية تانية وباخد تاني عمود خلفي تلفع لابة بدخل تاني بالشكل ده وباخد تاني من ناحية تانية وباسحب الخيط وباخد عمود خلفي لفع لابة بدخل وباسحب الخيط واخد عمود خلفي لفع لابة شايفة بدخل بالشكل ده وبخرج من من ناحية تانية من الجبزة يعني باخد حوالين جبزة الحشو عمود خلفي لابة بدخل بالشكل ده واخر من ناحية تانية بعد كده اسحب الخيط واخد عمود خلفي هاستمر بالشكل ده لحد ماوصل للعلامة اللي فيها الزاوية هوصل للعلامة اللي فيها الزاوية ونرجع تاني انا كده اشتغلت عمدان خلفية زي ما انت شايفين وصلت هنا اخر جبزة قبل العلامة بشيل العلامة ولفع الابة وباخد اخر جبزة بدخل وبطلع بالشكل ده وباخد عمود خلفي بعد كده هيقبني العلامة لفع الابة من داخل العلامة بقى عمدان عادية بدخل وباخد اول عمود ولفع الابة وثاني عمود ولفع الابة ومن نفس الفراج تالت عمود يبقى انا من داخل العلامة اللي هي الزاوية اخدت ثلاثة عمود عادي مش خلف لفع الابة برجع تاني الغفزة اللي بيضع لطول وباخد عمدان خلفية يعني الزاوية الوحيدة اللي باخدها تلات عمود من داخل الفراج عمدان عادية بعد كده بلف الشغلة بالشكل ده عشان اشتجى للجانب وبدخل وبخرج من ناحية تانية وباخد عمود خلفي لفها الابا الجبزة اللي بعديه بادخل وبخرج من ناحية تانية عشان حوالين جبزة الحشو باخد عمود خلفي زي ما بنلف بالزبط حوالين العمود عشان ناخد عمود خلفي ببدو حوالين جبزة الحشو شايفة بدخل قبلها وبخرج بعدها وبسحب الخيط وبياخد عمروات خلفي. بالشكلة. بقت الزاوية عندي بالشكلة. طيب هشتغل لحد الزاوية التانية. كده وصلت للزاوية التانية. دي الزاوية الاولى اللي عملناها. دلوقتي وصلنا للزاوية التانية. اخر جبزة. قبل العلامة على طول. قبل الفراج. باشيل العلامة. بعد كده. تلفع الابر. اخر جبزة. بدخل من ناحية دي. وبخرج منها التانية. وباخد عمود امامي. لفع الابر. من داخل الفراج بقى. بادخل. وباخد اول عمود. شايفها عندنا عادية خالص. تاني عمود. تالت عمود. كده انا خلصت الزاوية. لفع الابر. بلف الشغل. عشان ابدأ في الجانب التالت. لفع الابر. شايفها? بدخل. من قبل جبزة الحشو. وبخرج بعدها. وباسحب الخيط. وباخد عمود. لفع الابر. بدخل قبل جبزة الحشو اللي عليها الدور. وبخرج بعدها. وباخد عمود. هيبقى عندي الزاوية بالشكل ده. بكمل بنفس النمط كل جبزة بشتجل جبزة عمود خلفي. لحد ما اوصل للعلامة باشيلها وبشتجل مكانها تلاتة عمود عادي. وابجع تاني اشتجل عمودان خلفي. لحد ما اوصل لنهاية الدور اللي هي اخب زاوية ونبجع تاني. هنا انا وصلت الاخب زاوية اللي هي قبل قفلة الدور. لفع الابر. الجبزة بتاعت الزاوية بتاعت الحشو. اخر جبزة كنا بناخدها. بعد كده من داخل الفراج بتاع الزاوية باخد اول عمود. وتاني. عمود. وتالت عمود. بالشكل بعد كده اللفع الابر الجبزة. اخب الجبزة بتاع الزاوية. اهان. وباخد عمود خلفي. بعد كده لفع الابر. شايفها? هنا فيه جبزة كنت سيبها. ها? بها دي كده. هنقفل الدور. هاجي. اعد واحد اتنين. وسلسلة الابتفاع رقم تلاتة. بقفل الدور. كده قفلت الدور. وكده ده ادية شكل الزاوية ببعا. بالشكل ده. بعد كده. شايفها? الخيط اللزق هرفعه معي. لان عايزها يطلع معي الدوب الجاي فانا هاخد بس بالسلسلة. يعني الاتنين مع بعضها. الخيتين مع بعض. الفاتح واللزق. بدخل وباخد اول سلسلة. وتاني سلسلة. وتالت سلسلة. وكده اشتغلت ثلاث سلاسل ارتفاع عمود. بسيب الخيط اللزق تاني. انا بس كنت عايز ارفعه معي بحيس ان انا بعد كده لما استخدمه يبقى واصل للدورب اللي انا بستخدمه فيه. بعد كده اللفع الابر. ده هتبرو عمود خلفي. العمود اللي بعده هاردوه امامي. لفع الابر اللي بعده خلفي. العمود اللي عليه الدور باردوه امامي. بدخل من خلف العمود بالشكل ده وباردوه امامي. لفع الابر اللي بعده ده هاردوه خلفي شافع من خلف الشورل. بدخل وبخرج الناحة التانية زي ما كنا بنعمل في روزة الحشو. وباسحب الخيط وبارده خلفي. لفه على الابة اللي عليه الدور بارده امامي. بدخل اهو. من على روش الشورل وبخرج من الناحة التانية وباخد العمود امامي. لفه على الابة اللي بعده بارده خلفي. شايفة من على خلف. من خلف الشورل بدخل بالشكل ده وبخرج تاني الناحة التانية وباسحب الخيط باخد عمود خلفي. لفه الابرة. العمود اللي عليه الدور بردو امامي. من على وش الشول بدخل وبطلع من ناحية تانية واسحب الخيط وبردو امامي. بالشكل ده. همشي بنفس النمط ده لحد ما وصل عند الزاوية. اللي هم التلاتة عمود العاديين اللي في الزاوية واني بجع تاني. انا كده وصلت للزاوية التلاتة عمود قداما هم اللي هم عمدان عاديه لفع الابرة او العمود بردو امامي. لفع الابرة ما بين العمود والعمود باخد عمود عادي. لفع الابرة العمود التاني بتاع الزاوية بردو امامي. لفع الابرة ما بين العمود التاني والتالت في الفراغ كده بادخل وباخد عمود عادي. لفع الابرة العمود التالت بتاع الزاوية بردو امامي. اصبح في الزاوية كام عمود? خمسة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بدل تلاتة. تلاتة منهم امامي واتنين منهم عادي. بالشكل ده. بعد كده بابجعل الشكل بتاعي عادي. لفع الابع العمود اللي عليه الدور خلفي. اللي بعده برده امامي. بالشكل ده. عمود خلفي من خلف الشغل بدخل وبسحب الخط وباخد خلف. لفع الابع اللي بعده برده امامي. انا كده وصلت لاخر الزاوية عندي. لفع الابع عندي تلاتة عمود في الزاوية. الاول برده امامي. لفع الابع ما بين الاول والتاني في الفراغ ده بدخل وباخد عمود عادي. لفع الابع التاني برده امامي. لفع الابع في الفراغ اللي بعده بدخل وباسحب الخيط وباخد عمود عادي. العمود الاخير بتاع الزاوية برده امامي. اصبح بالشكل ده. بعد كده لفع الابع عندي اتنين عمود. هاخد اول واحد بعد الزاوية على طول خلفي. لفع الابع لاخير برده امامي. كده هنقفل الزاوية. سلسلة الابتفاع فوقها بدخل بالشكل ده. وباسحب الخيط وباخد منزلك. وبسيب الخيط ده كده. وبجيب الخيط اللي انا رفعته معي اللي هو اللون الجامع. باسحبه كاني اخدت سلسلة بالشكل ده. في نفس المكان. بدخل باسحب الخيط. وباخد اول جبزة حشو. بعد كده الجبزة اللي بعدها جبزة حشو. واللي بعدها جبزة حشو. وفي كل جبزة بدخل وباشتغل الحشو. يبقى الدور ده كله عباوة عن جبز الحشو. بالشكل ده. فوق كل جبزة وجبزة حشو. حتى لف الزاوية هنشتغل فوق كل جبزة وجبزة حشو. مفيش اي تزايد. فهخلص الدور كله وهنبجع تاني. انا كده اقربت اقفل الدور. بقى بالشكل ده. بقى عندي جبزتين. هاخدهم الاتنين حشو. الجبزة الاولى. والجبزة التانية. بعد كده بروح لأول جبزة اشتغلتها. بدخل. وباخد منزلك. كده انا اقفلت الدور. هنا بقى هاجي. شيل الابرق الاول كده. وهجيب علامتين. شايفة الزاوية هنا. كان عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. خمس عمدان منهم تلاتة كانوا امامي. وكنا بنشتغل اتنين عادي في الوسط. بعد الاول وبعد التاني. بالشكل ده اصبحوا خمس. هنيجي كمان الهامود اللي قبلوهم على طول. لها الجبزة اللي قبلوهم. وهنحط علامة. ودي الاولى. بعد كده هنعد دي الاولى اللي فيها العلامة. واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. لان انا زودنا جبزة اللي هي قبل الخمسة يبقى الزاوية كده فيها ايه? ستة عمدان. بالشكل ده. وكل زاوية هنعمل فيها كده. هنيجي في الزاوية اللي قبلها نفس الحكاية. شايفين العمود اللي قبلها على طول عندي خمسة هم. واضحين بتوع الزاوية واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة. العمود اللي قبلها على طول بدخل وبحط علامة. ودي الاولى يبقى اللي بعدها التانية التالتة اربعة خمسة الست. وهحط علامة في واقم ست. بالشكل ده. يبقى انا خد جبزة قبل الخمسة بقم ست. اللي اربعة زاوية هنعملهم بنفس الشكل ده. دلوقتي بقى نبجي على الشغل بتاعنا احنا احنا قفلنا الدوب كده وبس حشو. بلف الشغل على ضهبه. وشايفة الجبزة اللي عليها الدوب. كده احنا بقى انا على ضهب الشغل. على ضهب الشغل اللي بالشكل ده بادخل وباخد منزلك. واللي بعدها بادخل قبلها كده وبطلع بعدها بالشكل ده. وبسيب الخيط بتاعي بقى ده. وبجيب الخيط اللي ابيض او الفاتح وباخد منزلك. بالشكل ده. بعد كده باخد سلسلة. ودي اول سلسلة برجع الخيط الجامق تاني. الناحية ده شنشتجل عليه وهو رفعه معي. السلسلة التانية. بقى برجعه تاني بالشكل ده. السلسلة التالتة. بقى بالشكل ده. بقى هوا هلوش الشغل بالشكل ده. وانا هنا هلقضها بالشغل. بعد كده لفها الاباة. وبادخل شايفة. قبل جبزة الحشو من الناحية دي وبطلع بعدها من الناحية داني. اه. وباخد عمود. بس ادام على وش اهضها بالشغل هيبقى عمود امامي. بالشكل ده. بادخل وبطلع بعد. بس اشيل العلامة. عشان دي اللي فيها العلامة. لفها الاباة. بادخل قبل للحشو وبطلع بعدها. بالشكل ده. وباخد عمود. ودية اللي هيبقى فيها العلامة. احطها تاني. عشان بتاعت الزاوية. بعد كده هشتغل بقى. اه. لفها الاباة. بدخل قبل. الحشو. بطلع بعدها النحية داني. يعني باخد عمود امامي. لفها الاباة. بدخل قبل. وبطلع بعدها. بايخد عمود امامي. لفها الاباة. بدخل قبل الحشو. بطلع بعدها. باخد عمود امامي. لفها الاباة. بدخل قبلها. قبل الحشو بطلع بعدها بياخد عمود امامي. لفعل ابرة بدخل قبل الحشو وبشيل العلامة عشان هي ادية بتاعت العلامة. وبطلع بعدها بالشكل ده وبسحب الخيط وباخد عمود. وبحط العلامة تاني. وهيشتغل بالنفس النمط ده. هيبقى وش الشغل عندي بالشكل ده. هاشتغل بقى لنهاية الدور بنفس النمط ده. كل ربزة باخد فيها عمود امامي. بيدخل وبخروج من ناحية تانية وباخد عمود امامي. همشي بالنمط ده لنهاية الدور ونبجع تاني. وصلت لاخر ربزة احنا على ضهر بالشغل. وصلت الاخر بجبزة اخدتها عمود امامي. بعد كده عايز اقفل باجي بسلسلة الابتفاع بعد واحد اتنين وفتالد جبزة. بيدخل وبقامل منذ لك. بالشكل ده. بعد كده سلسلة واحدة وهلف الشغل على وشه. بالشكل ده. شايف العلامة فين? عندي الجبزة دي. والجبزة دي مش هشتجل فيهم دلوقتي. الجبزة دي واللي جنبها مش هشتجل فيها. هبروح اللي بعدها على طول ااخد منزلقة. يبقى انا كده سبت جبزتين واحد اتنين. بعد كده بابتفاع سلسلة وفي نفس المكان باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. هسيب واحد اتنين جبزة ولفها على الابر والتالتة هياخد فيها عمود. وده اول عمود. في نفس المكان هياخد تاني عمود. وتالت عمود. وبابا. والخمس. بوسع الخيط شوية بالشكل ده. بسيب الابر بروح. في اول عمود عملته واسحة بالحلقة دي. بقفلها بتبقى وبزت في شعبة بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة سلسلة. هفوت بقى. انا سبت هنا. اتنين جبزة وبعدين حشو. اتنين جبزة وبعدين في شعبة. ده دايما هنعمله بعد الزاوية وقبل الزاوية. لكن بعد كده في الجبزة العادية هسيب واحد اتنين تلاتة وفي ربعة هياخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. دفع الابر. هسيب واحد اتنين تلاتة وبعدين هاخد وبزت في شعبة. اول عمود. التاني. التالت. الرابعة. الخامس. بوسع الخيط بالشكل ده. بروح اول عمود. بدخل بالابر. وباسحب الحلقة ديت عشان نقفل الوبزة. بفعلة الوبزة معي. واحد اتنين تلاتة سلسلة. افوت واحد اتنين تلاتة. وفي ربعة حشو. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين تلاتة. لابفعل ابا بفوت واحد اتنين تلاتة وفي ربعة حشو. اول عمود. التاني. التالت. الرابعة. الخامس. بوسع الحلقة بالشكل ده. بروح اول عمود. وباسحب الحلقة منه. كده قفلت الفشارة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. بفوت واحد اتنين تلاتة وفي ربعة حشو. همشي من النمط ده. لحد قبل الزاوية بشوية وهنرجع تاني. انا كده قربت من الزاوية. عملت ربزة الفشارة. تلات سلاسل. قبل الزاوية بقى هسيب واحد اتنين التالت هياخد حشو. يبقى في الجوانب بتسيب تلات ربز وربعة بتعرضي حشو او الفشارة. لما بتقرب من الزاوية بتعرضي بتسيب اتنين وحشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفع الابا. بسيب اتنين بس واحد واللي فيها العلامة اتنين يبقى اللي بعد العلامة هاخد حين الفشارة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بوسع الخيط بالشكل ده بروح اول عمود بدخل. وباسحب الحلقة منها عشان نقفل الغبزة. بعد كده واحد اتنين تلات تلات سلاسل. هسيب غبزة واحدة بس اللي بعدها باخد حشو. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بس يبقى بزة واحدة بس اللي بعدها باخد في شرابها. اللي هي فيها العلامة. واحد اتنين تلاتة اتنين تلاتة سلسلة باسحب الخيط بالشكل ده بروح اول عمود باسحب الخيط باقفل الفشارة واحد اتنين تلاتة سلسلة. يبقى اللي كانت فيها العلامة اللي هي فيها الفشارة بشكل ده. يبقى ان عملت في الزاوية اتنين. بعد كده بفوت واحد اتنين بس. الثالثة بعمل فيها حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. اللي هي خمسة عمود. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بسحب الخيط بالشكل ده بروح اول عمود اقفل الفشارة. واحد اتنين تلاتة سلسلة ابدى بقى في الجنب. الشقل عادى بفوت واحد اتنين تلاتة وفي الربعة باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. افوت واحد اتنين تلاتة وفي الربعة باخد فشارة اللي هيفت تكون من خمسة عمود. لحد ما ارابue الزاوية هسيب زي ما انتهي وشفت كده قبل الزاوية بسيب اتنين وحشو اتنين وفي reunited. بعد كده فقلب الزاوية نفسها لما بعمل اول فشابة بعد جده بسيب وابزة واحدة وبعمل حشو وابزة واحدة وبعمل الفشابة التانية عشان يبقى عندي اتنين في الزاوية هخلص بقى الدوب كل بنفس النمط كده وان هي بجعة تانية انا كده وصلت لقابل اخي بزاوية عملت ثلاث سلاسل بعد الفشابة بفوت واحد اتنين وفي الثالثة باخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة بفوت واحد اتنين وفي الثالثة باخد فشابة بعد العلام ودية بتاعت الزاوية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بروح اول عمود بسحب الخيط كده عشان نقفل الفشابة بتاعتي واحد اتنين تلاتة سلسلة بفوت جبزة واحدة اللي بعدها باخد حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة اللي بفعل ابا بفوت جبزة واحدة اللي بعدها اللي هي فيها العلامة بشيلها وباشتغل الفشابة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بروح اول عمود بسحب الخيط بقفل الفشابة بتاعتي وبحط العلامة تاني عشان اعرف ان دولت بتوع الزاوية بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بروح اول وببزة حشو اخدتها وباخد منزلك كده قفلت الدور بسيب الخيط ده وبسحب الخيط الجامق معي تاني في نفس المكان باخد حشو بعد كده لفتين على الابا شايفها في الشابة هنا العمود اللي تحتها بادخل وباخد عمود امامي بلفتين بالشكل ده بعد كده لفع الابا من داخل الفراج بتاع التلات سلاسل باخد اول عمود والتاني والتالت ورابع والخمس لفع الابا من داخل الفشارة نفسها بادخل بالشكل ده وبسحب الخيط وباخد عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة فقفلت العمود باخد حشو كده عملت فوق العمود بيكو لفع الابا من داخل الفشارة تاني بياخد عمود لفع الابا الفراج اللي بعدها من تلات سلاسل بياخد اول عمود التاني التالت البابا الخمس لفتين على الابا بروح نفس العمود اللي اخدت عليه عمود امامي اللي تحت الفشارة بياخد عمود امامي بلفتين بتبقى عندي الربزة بالشكل ده هنكبرها واحد اتنين لفتين على الابا هندين في شرابة العمود اللي تحتها بدخل وباسحب الخيط وباخد عمود بلفتين لفع الابا ببجع للفراج بتاع تلات سلاسل بشتغل اول عمود التاني التالت البرابة والخامس لفع الابا من داخل الفشارة بدخل وباخد عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة فقفلت العمود بدخل بالعبض بشكل ده وباسحب الخيط وباخد حشو كده عملت فقيل بكم لفع الابا من نفس العمود باخد عمود يبقى ده تاني عمود لفع الابا الفراج بتاع التلات سلاسل باخد منه اول عمود التاني التالت ابرابة الخامس لفتين على الابا ببجع لنفس العمود اللي اخدتي منه العمود بلفتين تحت الفشارة باخد منه عمود بلفتين امامي امامي بتبقى عندي الورزة كده هنتقرر تاني لفتين على الابا عندي الفشارة العمود اللي تحتها بدخل وبردو امامي بخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين لفع الابا عندي الفراج بتاع التلات سلاسل باخد منه اول عمود تاني عمود التالت ابرابة الخامس لفع الابا من داخل ببزة الفشارة بدخل وباسحب الخيط وباخد عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة فقفلة العمود بدخل بالعرض بشكل ده وباسحب الخيط وباخد حشوه لفع الابا من نفس العمود باخد عمود لفع الابا عندي فراج بتاع التلات سلاسل باخد اول عمود والتاني والتالت وبرابة والخامس لفتين على الابا بنزل لنفس العمود اللي تحت الفشارة واخد عمود بلفتين عشان اقفل الغرزة بتاعتي بتبقى عندي بالشكل ده هكمل بنفس النمط لنهاية الدور ونرجع تاني انا كده ابرابة اقفل الدور عملت الخمسة عمود من داخل الفرار بتاع التلات سلاسل بعد كده لفتين على الابا بروح للعمود اللي اخدت فيه قبل كده عمود بلفتين امامي باخد فيه عمود بلفتين امامي كده انا قفلت الغرزة بتاعتي بعد كده شايفة هنقفل فين مش هقفل انا كنت بقى هنا بجورزة حشو لا قدية مش هقفل بيها فيها لان في الدور اللي جاي هنقفل فيها الدور الجديد لكن دلوقت هنقفل فين شايفة العمود بلفتين بادخل من خلفه كده وباسحب الخيط وباخد منظرك كده عفلت الدور بتاعي بعد كده باخد واحد اتنين سلسل شايفة بقلب الشجل على ضهره كده العمودين اللي كانوا في الفشارة قدامي الاتنين اللي في الفشارة من على الضهر كده شايفة العمودين اللي انا اشتغلتهم في ضهر الفشارة بتدخليك الفون بالشكل ده بتسحب الخيط وتردي حشو بعد كده واحد اتنين سلسلة لفع الابعة كان عندي هنا جبزة حشو في الدور اللي باللون الابيض هدخل وباسحب الخيط وباخد عمود واحد اتنين سلسلة لفع الابعة في نفس المكان باخد عمود يبقى اشتغلت في جبزة الحشو حرف الفي عمود اتنين سلسلة عمود ده اللي هيكرر معنا واحد اتنين سلسلة شايفة هنا الفشارة في ضهرها كده العمودين اللي في ضهرها بقى تخول خلفهم وباسحب الخيط وباخد حشو واحد اتنين سلسلة لفع الابعة كان ما بين الجبزة والجبزة في جبزة حشو باللون الفاتح بدخل وباسحب الخيط وباخد عمود واحد اتنين سلسلة وفي نفس المكان باخد عمود بالشكل ده واحد اتنين سلسلة في ضهر بالفشارة في شارة هنا في ضهرها بالشكل ده بدخل تحت العمودين وباسحب الخيط وباخد حشو واحد اتنين سلسلة لفع الابعة ما بين الجبزة والجبزة كان فيه جبزة حشو باللون اللابية ده بدخل وباسحب الخيط وباخد عمود اتنين سلسلة في نفس المكان عمود يبقى انا في ضهر الفشارة باخد حشو في جبزة الحشو باخد حرفل فيه واتنين سلسلة لحد ما وصل للزاوية ونرجع تاني انا كده وصلت للزاوية اشتجل واحد اتنين سلسلة بقلب الجبزة انه عندي جبزتين في الزاوية بقلب الجبزة بالشكل ده وباخد في ضهرها حشو في العمودين اللي عندي الفشارة في الوسط بعد كده واحد اتنين سلسلة لفع الابعة ما بين الجبزة الاولى والجبزة التانية في حشو بدخل وباشتغل عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابعة وفي نفس المكان باخد عمود يبقى الفرق الوحيد اللي بنعمله في حرف الفي في الزاوية هي الثلاث سلاسل كل البطانية بنشتغل فيها اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود جينا في الزاوية ما بين الجبزة الاولى والجبزة التانية عملنا حرف الفي عمود ثلاثة سلسلة عمود واحد اتنين سلسلة باجي في ضهر الجبزة التانية في العمودين باخد حشو خلاص يبقى هو ده بس الاختلاف الوحيد ما بين الزاوية او بين الشغل التانية هو حرف الفي هنا من ثلاث سلاسل بقيت الشغل بقيت الدور من اتنين سلسلة انا كده اربت اقفل الدور اخر حاجة عملتها جبزة حشو ورا الفشارة بعد كده باخد واحد اتنين سلسلة لفع الابعة عندي هنا ما بين الجبزة والجبزة فيه جبزة حشو بدخل فيها بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد عمود واحد اتنين سلسلة لفع الابعة وفي نفس المكان باخد عمود كده اعملت حرف الفي بعد كده اتنين سلسلة في ضهر الجبزة بتاعت الفشارة باخد منزلكة في جبزة الحشو اللي في ضهر الفشارة وسلسلة وهقص الخيط كده قصت اللون الجامع دلوقتي بقى هاجي فين؟ شايفها هسحب الخيط شايفها بضهر الجبزة في جبزة حشو بدخل في جبزة الحشو بالشكل ده اعم؟ وباسحب الخيط الفاتح تاني لفع الابعة من داخل الفراج بتاع حرف الفي باخد اول عمود سلسلة تاني عمود سلسلة سلسلة تالت عمود سلسلة رابع عمود سلسلة الخامس سلسلة العمود السادس سلسلة العمود السابع سلسلة العمود الثامن بعدها لفع الابعة من حرف الفي باخد اول عمود سلسلة العمودة الثانية سلسلة العمودة الثالث سلسلة العمودة بابا سلسلة العمودة الخامس سلسلة العمودة السادس سلسلة العمود السابع. سلسلة العمود الثامن. بالشكل ازا. انا كده وصلت للزاوية. الجانب بقى شكله بالشكل بعد كده هاخد لفة ده الفرار بتاع الزاوية اللي ما بين الجبزة والجبزة بتوع الزاوية لفة على الابعة من داخل الفرار بتاع حرف الفي باخد اول عمود سلسلة تاني وسلسلة والتالت وسلسلة ورابع وسلسلة. والخامس. وسلسلة. والسادس. وسلسلة. والسابع. وسلسلة. والتامن. وسلسلة. والتاسع. وسلسلة. والعشر. يبقى اشتغلت من الفرار بتاع حرف الفي اللي هو في الزاوية. عشر عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة برح. على جبزة الحشو بياخد حشو. وديت الزاوية معنا بالشكل ده. هنبقى عبقى تاني نلف الشورل وهشتغل من داخل حرف الفي اللي في الجنب. تمانية عمود ما بينهم واحد سلسلة. تمانية عمود ما بينهم واحد سلسلة. وبقفل طبعا بحشو فورها الفشارة. لحد ما اوصل للزاوية شايفها الربزتين بتوع الزاوية اهم. وما بينهم حرف الفي. الحرف الفي بتاع الزاوية بشتغل منه عشر عمود ما بينهم واحد سلسلة. هنكرر بنفس النمط ده لنهاية الدور ونرجع تاني. انا كده اربت قفل الدور. هنا الزاوية عملت فيها عشر عمود ما بينهم واحد سلسلة. هيجي هنا. فاول جبزة حشوة عملتها. بدخل بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد موزرك. انا كده الدور وحياخد سلسلة واقص الخيط. هنا شايفها؟ جبزة الحشوة نهاية الربزة الفراج بتاع الربزة ديت. اهان. وبتسحبي الخيط بالشكل ده. وده هيبقى معاني انا اخي بدورها. بتسحب الخيط وتريدي سلسلة. والنفس المكان بتريدي حشو. يبقى انا كده اول فراج على طول. يبقى انا كده في الفراج الاخير من الجبزة ديت فاي الجبزة منهم. المهم الفراج الاخير بتاع العمود. اخر فراج اخدت حشو. بعد كده شايفة انا هنا بدخل. عندي ربزة الحشو اللي وردها في البيكو شايفها? وكمان العمود الاول من الوحدة الجديدة. العمود نفسه اه. هتدخلي وتسحب الخيط وتريدي حشو. عشان اسبت ربزة البيكو بالشكل ده. بعد كده الفراج الاول بتسحب الخيط منه وبتريدي حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. في ربزة الحشو. بتدخلي بالعبد كده. بتسحب الخيط وتريدي بيكو. بتقفل بحشو. يبقى كده ربزة البيكو. تاني في الفراج اللي بعده. بتدخلي وتريدي حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة. في ربزة الحشو. بتقفليه بحشو. كده افننا ربزة البيكو. تاني الفراج اللي بعده. بتريدي حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. في ربزة الحشو بتدخلي بالشكل ده. وبتسحب الخيط وتريدي بيكو. الفراج اللي بعده بتريدي حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. بتدخلي بالعبد بالشكل ده وتسحب الخيط وتريدي بيكو. الفراج اللي بعده بتريدي حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. بتدخلي بالعبد بالشكل ده تسحب الخيط. وتريدي حشو. كده بتقفلي ربزة البيكو. الفراج اللي بعده بتريدي حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وبتقفليه في الحشو بحشو عشان تقفل ربزة البيكو. الفراج الاخير بتاع الربزة بتادي ده حشو. بتبقى عندي الربزة بالشكل ده. هنا بقى مش هتقدر ربزة البيكو في الفراج الاخير ده. لأ هتعملي. شايفة ربزة البيكو هنا. بندخل شايفة ربزة الحشو اللي وردنها في جبيكو من فوقها. وبتروحي كمان العمود الاول من هنا. وبتسحب منهم الخيط الاتنين وبتردي حشو. كده سبتنا البيكو. طيب بنوع بقى الفراج اللي بعده بناخد حشو. ونبدأ تاني ناخد البيكو واحد اتنين تلاتة. وفي ربزة الحشو بقفل بحشو. وباخد بيكو. اللي بعده حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. بدخل بالعرض باسحاب الخيط. وباخد حشو. كده قفلت البيكو. الفراج اللي بعده حشو. واحد اتنين سلسلة. بدخل بالعبد بالشكل ده. باسحب الخيط. وباخد حشو. الفراج اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. بدخل بالعبد بالشكل ده باسحب الخيط. وباخد حشو. الفراج اللي بعده باخد حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بادخل بالعبض بالشكل ده. باسحب الخيط وباخد حشو. الفراج اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين تلاتة سلسلة بادخل بالعبض بالشكل ده. باسحب الخيط وبقفل بحشو كده عفلت البيكو. هنا الفراج الاخير بتاع الربزة. باخد حشو ما باخدش بيكو. بروح هنا في ربزة البيكو شايفها? على ضهرها كده. بتدخلي في الخطين اللي على ضهرها. لو مش شايفة الخطين ممكن تدخلي في اي خطين على ضهرها. المهم بتشبكيها شايفها. بترجع تاني للعمود الاول بتاع الواحدة الجديدة. تدخلي في العمود وتسحب الخيط وتريد حشو. عشان تسبتي ربزة البيكو بالشكلة ده. هنمشي بقى بنفس النمط ده. في الفراج اللي بعده على طول باخد حشو. وبعد كده واحد اثنين تلاتة سلسلة. وبادخل بالعرض بالشكلة ده وبقفل البيكو بحشو. هنكرر بنفس النمط. هيبقى معانا الشغل بالشكلة ده. انا كده خلصت البطنية ده شكلان نهائي. بالشكلة ده. شكلها جميل جدا. وشكلها سح. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده. اتمنى الشبح كان واضح. والبطنية عجبتك. لو عجبتك يا بيت تدعمينا بلايك وشير ولو جديد معانا تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله. اشوفكم على خيب بفديو جديد. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة